أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالاً هاتفياً بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أطمأن سموه خلاله على صحة سمو أمير دولة الكويت بعد دخوله للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة إثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه داعياً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المولى جلت قدرته أي أحفظ سمو أمير دولة الكويت الشقيقة ويمن عليه بالشفاء العاجل لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها الدولة الشقيقة في مختلف المجالات وقد عرب سمو أمير دولة الكويت الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة التي تعكس عمق ومتانة العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة ترجمة نانسي قنقر